ديني أبدأ معاكم النهاردة في البداية بفقرة الترند الترند لأكتر الحاجات اللي الناس كانوا بتتكلم فيها أو المصريين بتكلموا فيها المصريين من المبارح بيسألوا فيه إيه؟ إيه اللي حصل على واتس أب وحصل على المسانجر وعلى فيسبوك؟ ليه ما كانش فيه إمكانية لنا نرفع صور أو فيديوهات ولو الفيديوهات اترفعت محدش كان بيقدر أنه هو يفتحها وفي نفس الوقت لما كنا بنتفرج كده على الهوم بيج أو بنتصفح على فيسبوك كنا بنلاقي الصور موجودة بس يعني ما بيتمش تحملها يعني ما نقدرش أننا نشوف الصور دي مشكلة دي الحقيقة لاحظها كتير مننا مبارح وتابعها لكن الحمد لله المشكلة تحلت النهاردة الفجر تقريبا والغريب أن فيسبوك بيقول أنه هو استقبل أكتر من 14 ألف شكوى من إنستجرام و7500 شكوى بس من مستخدمي فيسبوك و1600 شكوى من واتس أب مفيش ولا شكوى منهم من مصر عشان كده فيسبوك نفسها ما حستش أن فيه إشكالية في مصر أو في الدول العربية رغم من المشكلة الحقيقة مبارح كانت عالمية يعني كل الناس كانت في كل العالم حصلت لها المشكلة دي المهم شركة فيسبوك قالت أن فيه خلال إحدى عمليات الصيانة الدورية مبارح حصلت مشكلة وتسببت فيه صعوبات لرفع الصور والفيديوهات وتم حلها بسرعة إحنا طبعا كنا متضررين عشان كده يعني إحنا كمان للأسف إقاع حياتنا وظروف حياتنا متعودين على الواتس أب وعلى الفيسبوك كوسيلة من وسائل الاتصال اليومية والمهمة جدا جدا في حياة الناس لكن الشركة الحقيقة كمان تضررت أكتر بكتير وخسرت عشرات الملايين من الدولارات وده من عائدات الإعلانات وصدر النهاردة تقرير أمريكي بيقول إن انقطاع الخدمة مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات ده الخبر الأول اللي كان شاغل الحقيقة ناس كتير وكان حديث ناس كتير من مبارح لحد النهاردة